لدينا صاروخ هنا هذا الصاروخ على وشك إطلاق قضيفة ربما صخرى من نوع ما سرعة هذه القضيفة هي 10 متر ريكوليء ثانية واتجاه هذه السرعة بهذا الاتجاه إذن الزاوية بين إتجاه إطلاق والإطلاق والأفق هي 30 درجة ونريد إيجاد في هذا الفيديو كم البعد الذي ستصل إليه القضيفة أي المسافة كم البعد الذي ستصل إليه القضيفة ولتبسيط هذه المسألة ما سنقوم به سنقوم بتقسيم متجاه السرعة هذا إلى مركبات أفقية وعمودية وسنستخدم المركبة الأفقية إذن لنرسم هذا تصويريا متجاه السرعة هذا يمكن تقسيمه إلى مركبة عمودية ومركبة أفقية إذن سنحصل على مركبة عمودية ما بعض السرعة تكون في إتجاه الأعلى ويمكن استخدام هذا لمعرفة كم الوقت المستغرق في الهواء لأنه لا يهم ما هي المركبة الأفقية المركبة العمودية هي التي ستحدد كم ستتبطأ بسبب الجاذبية وبعدها تتسارع ونحدد زمان التحليق وحالما نجد كم الفترة زمنية في الهواء زمان التحليق يمكن أن نضرب ذلك بالمركبة الأفقية من السرعة وهذا سيدلنا على المسافة المقطوعة ومرة أخرى الافتراض الذي فرضناه في هذا الفيديو إن مقاومة الهواء مهملة من الواضح إذا كان هناك مقاومة للهواء فإن هذه السرعة الأفقية لا تبقى ثابتة بينما هي في الهواء ولكننا سنفرض أنها كذلك لأنها لا تتغير ومهملة وسنفرض أننا نقوم بهذه التجربة على سطح القمر إذن إذا أردنا أن نحصل على شروط نقية لنحل المسألة إذن أول شيء نريد عمله هو تحليل متجه السرعة تحليل متجه السرعة ونريد تحليل متجه السرعة مقدره هو 10 متر في أفانية والزاوية هي 30 درجة مع الأفقي نريد تحليلها إلى مركبات X و Y ومركبات أفقية وعمودية إذن هذه المركبة الأفقية سأرسمها بشكل أفضل هذه المركبة الأفقية وهذه المركبة العمودية تبدو هكذا إذن لنحل المركبة العمودية أولا إذن كيف يمكن حل المركبة العمودية بناء أننا نعلم الوتر بناء على أننا نعلم الوتر ونعلم الزاوية هنا حيث أطول هذه المركبة أو مقداره هو المقابل للزاوية إذن نريد معرفة المقابل لهذه الزاوية لدينا الوتر مرة أخرى سنكتب جيب جطاء ظل سوى كتوى الجيب هو المقابل على الوتر إذن نعلم أن جيب الثلاثون درجة جيب الثلاثون درجة يساوي مقدار المركبة العمودية إذن هذا مقدار السرعة في المحور الصادي Y هذا الاتجاه العمودي Y وهو في الاتجاه الأعلى إذن سيساوي لمقدار السرعة في الاتجاه الصادي Y تقسيم مقدار الوتر أو مقدار المتاجه الأصلي وهو 10 متر لكل ثانية ومن ثم لنحل بنسبة لهذا المقدار هنا نضرب كلا أطرفين بعشرة ونحصل على عشرة ضرب جيب الثلاثون عشرة ضرب جيب الثلاثون درجة وهذا سيساوي مقدار المركبة العمودية مقدار المركبة العمودية إذن ما هو جيب الثلاثون؟ ربما تحفظ هذا من حساب المثلثات ويمكن أن تستخدم الحاسبة إذا أردت لكن جيب الثلاثون درجة هو مباشرة نصف إذن جيب الثلاثون درجة استخدم الحاسبة إذا كنت لا تتذكر هذا إذن جيب الثلاثون درجة هو النصف إذن عشرة ضرب نصف يساوي خمسة عشرة ضرب نصف يساوي خمسة إذن سأكتب هذا هنا خمسة متر لكل ثانية ويساوي لمقدار المركبة العمودية سأستخدم لون مناسب يساوي مقدار المركبة العمودية إذن ما هو هذا؟ هذه القذيفة بسبب المركبة العمودية وهي خمسة متر لكل ثانية ستبقى في الهواء لنفس الفترة الزمنية كشيء له مركبة العمودية لخمسة متر في الثانية إذن إذا رمينا صخرة أو قذيفة بشكل عمودي للأعلى بسرعة خمسة متر في الثانية تلك الصخرة ستبقى في الهواء مثل هذا هنا لأنه لها نفس المركبة العمودية إذن لنفكر كم الزمن المستغلق في الهواء بما أننا نتعامل مع حالة نبدأ فيها من الأرض وننتهي بنفس الارتفاع أو العلو ننتهي بالأرض أيضا ونفرض أن مقاومة الهواء مهملة وسنقوم ببعض التبسيط هنا في وقت لاحق سنقوم بنهج أكثر تعقيدا وسيتم تطبيق هذه الطريقة في كثير من الأحيان ويمكن القول ما هو التغير في السرعة هنا إذن إذا فكرنا في السرعة الابتدائية أو العمودية لنكتب هذا السرعة الابتدائية سأسمي كل هذا إذن نتحدث عن العمودية سأستخدم الأزرق نتحدث عن العمودية Vertical إذن السرعة الابتدائية في الاتجاه العمودية هي 5 متر في أثانية 5 متر لكل ثانية وسنستخدم المتعارف عليه إن الأعلى هو موجب والأسفل هو سالب الآن ماذا ستكون السرعة النهائية؟ سنسل الأعلى وتتباطأ بسبب الجاذبية ثم تصبح ثانيتين لنقطة معينة وما ستبدأ بالتسارع للأسفل وإذا فرضنا مقاومة الهواء مهملة عند العودة إلى مستوى الأرض سيكون لدينا نفس المقدار للسرعة لكن في الاتجاه المعاكس إذن السرعة النهائية تذكر نتحدث فقط عن المركبة العمودية الآن لم نبدأ بالأفقية بعد فقط نحاول إيجاد ما هي المدة زمنية المستغرقة في الهواء زمن التحريق إذن السرعة النهائية ستكون 5 متر لكل ثانية سارب 5 متر لكل ثانية لأنها باتجاه الأسفل وهذه السرعة النهائية ستكون هكذا نفس المقدار لكن في الاتجاه المعاكس إذن ما هو التغير في السرعة في الاتجاه العمودي؟ التغير في السرعة في الاتجاه العمودي أو اتجاه Y ستكون السرعة النهائية سارب 5 متر لكل ثانية ناقص السرعة الإبتدائية 5 متر لكل ثانية وهذا سيساوي سالب 10 متر لكل ثانية إذن كيف نستخدم هذه المعلومات لنعرف زمن التحليق؟ نعلم أن التغير في السرعة العمودية سيكون مساوي سيكون مساوي 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 للتسارع في الاتجاه العمودي دارب التغير في الزمن أو الزمن المستغرق؟ إذن ما هو التسارع في الاتجاه العمودي؟ التسارع بسبب الجاذبية أو قوة أو قوة الجاذبية على الجسم في السقوط الحر؟ إذن هذا هنا سيكون ناقص 9.8 متر لكل ثانية تربيع إذن هذه الكمية هي 10 متر في الثانية هذا التغير في السرعة إذن سالب 10 متر لكل ثانية يساوي سالب 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع ضرب التغير ضرب التغير في الزمن إذن لإيجاد الزمن الكل في الهواء سنقسم الطرفين على سالب 9.8 بالعشرة إذن نحصل على سأستخدم اللون سأستخدم نفس اللون إذن نحصل على سالب 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع حسناً سالب 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع هذه تلغى مع هذه ونحصل على تغير في الزمن سأستخدم الحاسبة سالب على سالب وهذا موجب وهذا جيد لأننا نريد الزمن موجب نفترض أننا بمرور الوقت يجب أن يكون الزمن موجب إذن على ماذا سنحصل هذه الآلة الحاسبة لدينا هذا نفس الشيء كعشرة على 9.8 بالعشرة سأقرب إلى خانتين هنا حسناً هذا سيساوي 1.02 إذن هذا يعطينا 1.02 ثانية إذن أتغير في الزمن أو دلتة يساوي 1 دلتة يساوي 1.02 ثانية الآن كيف أستخدم هذه المعلومات لمعرفة كم المسافة المقطوعة ونحن نفترض أننا بقينا في السرعة باتجاه الأفقي طوال الوقت ويمكن نضرب هذا في التغير في الزمن التغير في الزمن ونحصل على الإزاحة الكلية في الاتجاه الأفقي لعمل هذا يجب أن نجد المركبة الأفقية إذن هذا هي المركبة للسرعة في اتجاه X في اتجاه X الاتجاه الأفقي ومرة أخرى سنستخدم حساب المثلثات هذا الجانب هو المجاور للزاوية إذن المجاور على الوتر هو جتة الزاوية المجاور على الوتر هو جتة الزاوية إذن نحصل على جتة 30 درجة ويساوي يساوي المجاور يساوي المجاور المجاور وهو VY مقدار المركبة الأفقية عفوا VX مقدار المركبة الأفقية ويساوي المجاور على الوتر على 10 متر لكل ثانية نضرب كلا أطرفين ب10 متر في ثانية ونحصل على مقدار المجاور حسناً نحصل على مقدار المجاور وهو المركبة الأفقية وطياته ساوية 10 متر لكل ثانية ضرب جتة الثلاثون وقد لا تتذكر جتة الثلاثون درجة يمكنك استخدام الحاسبة لهذا أو إذا تتذكر هذا هو الجذر التربيعي لثلاث على اثنان إذن لإيجاد المركبة الفعلية لدينا 10 ضرب جذر الثلاث على اثنان وهذا يساوي 10 تقسيم اثنان وهذا 5 إذن 5 ضرب الجذر التربيعي لثلاث على لكل ثانية إذن إذا أردنا إيجاد الإزاحة الفقية الكلية لنفكر بهذا الإزاحة الفقية هنا ما نحاول إيجاده الإزاحة الفقية S للإزاحة و X باتجاه X ستساوي متوسط السرعة في الاتجاه الفقية أو اتجاه X وهذا سيكون 5 جذر الثلاث على اثنان لأنه لم يتغير إذن 5 الجذر التربيعي لثلاث حسنا إذن 5 ضرب الجذر التربيعي لثلاث متر لكل ثانية ضرب التغير في الزمن ضرب الزمن في الهواء الزمن التحليق وأوجدنا هذا وهو 1.02 ثانية الثواني مع الثواني التلغة والجواب سيكون بالمتر ونستخدم الحاسبة لإيجاد هذا إذن لدينا 5 ضرب الجذر التربيعي لثلاث ضرب الجذر التربيعي لثلاث ضرب واحد فاصلة صفر اثنان وهذا يعطينا ثمانية فاصلة ثلاث وثمانون بالمئة متر وأيذن هذا سيساوي ثمانية فاصلة ثلاث وثمانون بالمئة متر وهذه الإزاحة في الفيديو التالي سأريك طريقة أخرى للحل بالنسبة لدلتا تي لأبين لك هناك عدة طرق لحل هذا إنه معقد قليلا لكنه أيضا فعال